اشتركوا في القناة 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 إنهم بيشوفوا إنه بصيروا يتدلعوا بصيروا يستغلوا حاجتهم والأهل بيكونوا بحالة من الفوضى العاطفية ما بيعرفوا يتصرفوا فممكن يتعاملوا مع الولد إنه بس بيحسوا بعقدة الذنب أو جلد الذات أو إنه إحنا مقصرين مع هذا الولد فبصيروا يدللوا بصيروا يجيبوا له أشياء مادية كتير بصيروا بس بدهم يردوا على رغبات وهون بيطلعوا طفل متسيب يعني طفل ما عنده أي انضباط ذاتي ما عنده ما عنده ما اعتمد على الآخرين وبيعتمد على إنه ينفذ حاجاته من خلال النقص الموجود عند الآخرين زي ما تفضلت دكتورة نهاية إنه فعلا الطلاق إليه على الأطفال والأبناء علاقة إيجابية أو سلبية يعني إياه بيعتمد على ذاته فيها بيصير هو المسؤول وبيكبر قبل أوانه بيصير كما نقول في المجتمع رجل في هذا المجتمع أو بيصير عكسي زي ما قلت طفل مدلع كل شي متسيب المشكلة في حالة الدبريشن أو الإحباط الذي يدخل فيها الطفل في هذه المرحلة السبب هو الأهل نعم أكيد الأهل هم يقلهم دور في هذا الإحباط كيف ممكن نحكي للأهل إنه ابعدوا الطفل قدر المستطاع عن هذه حالة الكآبة اللي أنتوا داخلين فيها أو الفوضى اللي أنتوا داخلين فيها طبعا أكيد هتكون عن طريق الممارسات والاعتبارات اللي بدهم ياخدوها أثناء عملية الطلاق أو بعد الطلاق مثلا زي ما حكيتي إنه ما بيصير إنه طفل بس يصير طلاق إنه أصير أنام عندي وعأساس إنه أنا بدي أغطي حاجة مثل الوحدة والآلة بالوحدة فأي بده يصير نايم ببطل عنده استقلالية هلأ ممكن إحنا كمان زي ما حكيتك نبطل ننتقد بعض مثلا زوجين يطلقوا ما في داعي أنت تشوه صورة الأب أو صورة الأم عند الطفل لما نشوه هاي الصورة أنت بتعمل عنده إشي اسمه وفاء الانفصام كيف يعني وفاء الانفصام أو كيف يعني انفصام بنفصم الطفل نتيجة إنه لازم يحب هذا الشخص الطفل بطبيعته مخلص بحبه يعني إذا حب شخص مخلص لكن لما ييجي تقول له أبوك سيئ أبوك شرير أمك الشخص مش كويس شو بده يصير عنده هذا الحب بده يصير فيه امتصام الشخص لا عارف يكون حب ولا عارف يكون مخلص ولا عارف يكرا فنحنا بنشوهه بطريقة عاطفية بصير مش عارف ذاته مضطرب بصير مضطرب بأسر على اقترابات النوم الأكل السلوك ممكن يصير عدواني ممكن يصير انطوائي يعني بشوه المعتقدات الداخلية الموجودة عنده فإنت ما بصير كمان إنه تعامل هذا الطفل وكأنه شخص بالغ وتقعد تحكي له أبوك عمل هيك إماك عملت هيك ما بصير ما تشوه صورة الأم وصورة الأب الجميلة في داخل الطفل لأنه يحب الطفل يظهر ويكبر أصلا إيجابيات الأهل حتى يشعر بالأمان أنت بتشوه الأمان عنده لما يحس إنه أبوه شخص سيء وبضل طول عمره شو ما تعلم شو ما صار عنده إنجازات بضل يشعر إنه هذا الشيء ناقص لأنه أنت أثرت على أهم عنصر عنصر الأمان والشعور بالأمان بوجود الأم والأب مش الأمان إنه نكون مع بعض أو بالانفصال الأمان بالشعور الداخلي هذا الشخص سيء إنه الأب سيء أو الأم سيء للأسف هذا الإشي رح يكبر معا يعني هو إذا صار في كره إلى طرف معين رح يكبر ويكون يعني يستمر هذا الإشي حتى لو كان هذا يعني نحن نحن نحكي سواء أب أو أم سواء هذا غلطان أو هذا عليه لحق ما بصير أنا أكره الطفل بأحد الأطراف عشان بالآخر هذا أبو بالآخر هذا أمك ما بصير عشان رح تكبر مثلا أنت يا بتحب هذا أكتر أو ما بتطيق هذا ممكن أصلا كمان يكون اللي ينزرع هو غلط فلازم التنين يكونوا على وعي كيف نحكي كيف ينهيئه كيف ينهيئه وكيف كمان ينهو الطلاق ولكن أني نحكي أكتر يعني نصائح للأباء والأمهات أو لأي نحكي عيلي بدهم خلص لجأوا لأخر إشي للطلاق أش ممكن وجهنهم نصائح صار هو الحل الأخير زي والأنسب للجميع هو الطلاق أول شيء بدنا نخليه أنه يعبر عن مشاعره تجاه هذا الحدث شو رأيك؟ يمكن يقول آه يمكن يكون لا بالناقشه بس يعبر على المشاعر ما يصير في عنده شعور كبد داخلي أو شعور خوف أو شعور أنه بالفاقد وهي الألم خليه يحكي على الأقل هاي النقطة الأولى النقطة الثانية أنه نشعره أنه أنت مش السبب لأنه مرات بصيروا الولاد يتطلعوا طب ليه ما ما بابا تطلقه يمكن أكون أنا السبب يمكن أنا لما عزبتهم وضربوني بصير يربط كل هاي الأحداث وتعرف خيال الطفل واسع بصير يصوم سيناريوهات وأنه أنا السبب فبصير عنده لوم لذات عالي بدنا نفهمه أنه أنت ما إلك علاقة بالموضوع نحنا تنينش عارفين نكمل حياتنا مع بعض شو ما كانت الأسباب بوضح له إياها هلأ بتقول المرحلة العمرية إلها دور؟ آه إلها دور طبعا كل ما كان على أكثر وعي بحكي معه حسب الوعي موجود عنده وطريقة التفكير زي ما حكيت كمان نقطة أنه حبهم إله ثابت يعني مش إذا أنا ما كنت بالبيت موجود وبعدين بده يكون الولد حاس أنه أبوي لو غايب عني بيحبني وكمان نفس الشي لأم نقطة ثانية بيسأل الطفل بهاي المرحلة أسئلة كتيرة جاوبوا على كل الأسئلة ما تتركه هيك يكون حاس ضياع أو حاسس حاله أنه مش عارف الأمور لوين رايحة إنه كيف ممكن أشوف بابا كيف ممكن أشوف ماما بقدر أحكي معهم تليفون ما بقدر أحكي معهم تليفون كيف العلاقة رح تكون رح أسكن مع مين يعني كيف النظام رح يكون بدلا كمان نهيئ له طريقة حياته القادمة ما نخلي عايش بعشوائية وبنفس الوقت الانتقاد حتى الأهل لما يجوا مثلا ينتقدوا الأب أهل الأم ينتقدوا الأب مثلا في حق بعد الطلاق ما نسمح بهذا الحكي ما نسمح أنه الأهل يتدخلوا وشوهوا صورة أب الطفل حتى لو كانوا هم متدايقين والأب الصحيح لما يكون عند الأم لأنه هذا الإشي بيأثر زي ما حكيت على نفسية الطفل لا أنت تنتقد ولا تخلي غيرك ينتقد يعني جملوا صورة بعض قد ما تقدروا حتى لو حكيتوا عن أشياء الإيجابية بدنا نكون بدور الأب الغائب الحاضر أو الأم الغائبة الحاضرة نجمل هذه الصورة لأن الطفل إذا كبر وهو عنده تشوه نفسي بهذا الموضوع رح يضع المشوه يعني ما رح يكون سعيد يوصل للأشياء اللي هو بديها ممكن يكون أحسن لو قدرنا إحنا نخليه تكيف بطريقة صحة ومش بالضرورة كل حدا صار عنده طلق أنه أولاده مشوهين نفسيا بالعكس فيه ناس من فيه نطلعوا أحسن وأفضل وحياة أفضل لهم فمناش نخاف من هذا الشبح إذا كان هو الحل الأخير والأنسب لكل الأطراف دكتورة عجبني كلمتك أو المصطلح اللي أطلقتي على الطلاق بأنه الطلاق السعيد يعني لازم في النهاية الوعي للأهل أنه أنتوا دائما يكون هذا الطلاق سعيد بالنهاية يعني هو طلاق قائم يعني دول برة دائما نحس أنه لما يصير في انتصال أو طلاق دائما تحس الأب هلاقته صديق للأم بعدين يمكن إحنا عنا هذا غير متواجد وغير يعني يعني مش موجود كتير في مجتمعنا خلص تطلقوا وصاروا أعداء عنا طبعا طبعا بصيروا أعداء العائلته وعائلته وهو وهو والأطفال فعلا زي ما تفضلت حذرتك بضيعوا بينهم صح يعني إحنا متى راح نوصل لهذه المرحلة من الوعي هذا الوعي بده بده وقت طبعا وهي عم بنصير بالطريق بدناش إنا إحنا نكون شوي إيجابيين صار الإشي أكتر هلأ صرت عم بشوف مثلا حالات ناس بتطلقوا بيكملوا مع بعض بيحكم مع بعض بس نحنا لما أهم إشي زي ما بحكيه بدخل دائما لذكاء العاطفي بمشاعرك حتى لما أنا مثلا نصار عندي هاي الحالة ودايقت من بني آدم مش بالضرورة غضب يتحول لنار تحرق كل الحوالي مش بالضرورة إنه مشاعري سلبية بالعكس هي أصلا راح تاكلك وتدايقك أكتر من اللي حواليك فنحنا لما نوصل لهذا النوع من الوعي يوصل عنا فكرة أو نرتفع بمستوى ذكاءنا العاطفي راح تصير نعرف نتعامل بها مثل هاي المواقف بمواقف مشابهة بقل على الأقل يعني زي ما بنحكي مشاعر الغيرة والحسد والحقد بعرف أتعامل مع مشاعري صحيح انت بس تعرفت تعامل مع مشاعرك كل الأمور راح تصير منيحة راح تحب الناس بطريقة مختلفة راح تنجز بطريقة مختلفة راح حتى بحالات الألم والمشاكل اللي عم بتصير حتى الطلاق من أسوأ الحالات اللي ممكن تتواجه الطفل راح يعرف يتكيف إذا إحنا كنا بنشتغل على الذكاء العاطفي لهذا الطفل يعني تصالح مع نفسك تصالح مع نفسك بداية تصالح مع نفسك اه طبعا الشخص المتصالح مع نفسه ما راح يغلب مع حدا بس المشكلة بالشخص اللي متخبط من الداخل هذا هون مشكلة يعني دكتور احنا بنشكرك على وجودك معاني اليوم أو على النصائح الجميلة اللي قدمت لنا إياها بنسبة لموضوع الطلاق شرفنا فيك اليوم أحلى سهلا أهلا وسهلا فيك مرة جايب مانيلت يا موضوع زواج أحسن ننغير نغير 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 لا أخليها زواج المرة جاي موضوع زواج إن شاء الله موضوع خير شكرا إليك دكتور وأنا سعد باللقاء عن جاء أهلا وسهلا فيك